اهلا وسهلا بمشاهدينا رجعنا من الاستراحة وهنبدأ مع بعض الشوت الثاني يلا بينا هنبدأ درايتي نعمل يعني شربة خفيفة ولطيفة ما يمنعش ان احنا نحط فيها شوية خضروات بسيطة جدا من اللي منحبها وريكو بس شكل الرز بسم الله اول ما يبدأ يتشرب طبعا الرز ما نمسكش معلقة فيه خالص لازم يبقى بالشوك هنعمل كده بالشوك ونسيبه لما يتشرب كويس تسلامه طيب تعالوا بقى نبدأ انا دلوقتي هحط بان كده هنبدأ نعمل شوية شربة سريعة هفترض لو انا مش عندي شربة فراخ او بط او لحمة او اي حاجة طبعا لو في حالة عندنا وانتوا شايفين ان في كمية كفاية ياريت نشيل منها مش في اكياس تلاجة في اكياس للتخزين بتتبع في السوبر ماركت بتبقى ليها سماكة معينة وليها ثيكتنس كده معين ويعني مواصفات خاصة ان نخزن فيها عشان تبقى صحية لنا ممكن نخزن فيها بعض الشربات اللي احنا بنعملها دلوقتي انا هاخد طبعا اول حاجة من زيت مليان بسم الله هاخد كده معلقة واحدة عشان انا عايزة اعمل لسان عصفور فانا هاخد معلقة وطبيعي ان انا هحط مستكة فهاخد برضو الكام فاصة مستكة دول في الاول اهم لازم يسيحوا ويدوبوا مع المادة الدهنية طبعا تعرفوا الزيت رحته لونه طعمه النسبة اللي موجودة فيه من القلين قد ايه لان دي حاجة مهمة جدا على فكرة واحنا الحمد لله انا شايفة انه الناس الثقافة اختلفت وبقينا يعني عندنا خلفية عن حاجات كتير جدا بقينا بنودي اولادنا تتمرن في كل الالعاب الرياضية لان دي مرحلة عمرية مهمة جدا جدا فحياة كل حد فينا اكيد كلنا مرينا بيها فطبعا طبيعيا احنا هنعرف طريقة الاكل بتاعته ازاي تغذيته ازاي ايه الحاجات المفيدة دي طب لو هو عنده مثلا سمنة لازم يروح يلعب الرياضة معينة عشان يبدأ يبقى انسان طبيعي صحته تبقى كويسة لما حتى ينزل ويخص ويتبقى حمية معينة او اكل صحي يبقى بينزل وشيط جسمه ممشوق وجميل مش يحس انه هو كبر لانه في ناس لما بتخس لو هي ما لعبتش رياضة بتبقى بتحس ان هي كأنها كبرت فده مش صح لازم رياضة لشد الجسم بلاس انها للصحة يعني ينشوف الناس الكبار في السنة او المدارس القديمة لازم اهتمام برياضة رائع ثقافة لازم لأولادنا ننقلهم من فكرة تكنولوجي الفضيعة واللابتاب والموبايل والحاجات دي الى انه يبدل مجهود ويعمل حاجات مفيدة ياكل اكل مش بالضرورة يكون انا حرما من حاجة الاكل الصحي على فكرة هو مكونات وطريق الطاهي وكميات والمهم انا باكل ايه بايه يعني انا ممكن دلوقتي عايزة اقدي نفسي نسبة ضهون فاحط معلقة من زيت الزيتون على وجبة فيها فراخ وفيها خضروات وفيها كل الخضار زي ما انتوا عايزين لان الخضار ده زيرو كالوريز لكن لينا نسبة من بروتين لينا نسبة كل واحد فينا لازم يعرف النسبة بتاعته ايه هنعمل اكلات صحية كثير وهنراعي كل اصدقائنا مش بس عشان رياضة وعلشان اولادنا كمان عشان صحتنا علشان نفضل دايما بناكل اكل صحي مبعد عن الامراض اللي هي بتبقى متعبة جدا بسبب الاكلات الفاسفود والحاجات السريعة دي فخلينا ايه نعمل حاجات في البيت كده جميلة ولطيفة عندي كده اللسان عصفور بحمرو حطيت شوية الزيت الصغيرين لحضراتك شفتوهم سيحت فيهم كان فاصل مستكة حطيت زيت مليان بحمرو وعندي مرأ ممكن تكون كيوبس من المرأ ممكن تبقى مرأ خضار مش شرط يكون مرأ ممكن يبقى مرأ خضار وحضيفه على الخليط بتاعي وهضيف معي بصوا انا هنا مجهزة ايه حتى جزر متقطع زي ما حضرتك شايفينه كده وحتى كوسة لطيفة جدا بتبقى يعني حاجات جميلة قوي من الخضروات المحببة وبسيطة يبقى طبق بتاعي ممكن يكون فيه نسبة خضار نسبة يعني التوابل كمان المفيدة مش بس هي الفلفل والحاجات الحارة لأ زي الزنجبيل مسلا فيه ناس كتير قوي بت يعني هو مفيد جدا وانا شايفة نحن نقدر نستغله انا ممكن مبشروش كده ممكن لو هحطه في الشرب وعايزة اشيله اخليها قطع واحدة لو هو فرش صغيرة قوي ادعوه لتصبع واحطه في الشرب لو انا بحب وقدر اتعامل معي يبقى خلاص ممكن ابشره هنقلب بقى تقليبة لما ناخد كده اللون الحلو ده وانا هنا بسخن ورده عشان اعمل خضار سريع مع حضراتكو فخليني هعمله بزيت الزيتون بسم الله هاخد كده معلقة من الزيت وطبعا هبدأ اضيف الكمية الخضار اللي عندي عندي هنا براكلي عندي جزر عندي كوشة تقدروا اضيفوا اي حاجة حضراتكو حبينها انا كمان هضيف بطاطس كده وهنقلبهم مع رشة بسيطة كده من الملح بسيطة قوية رشة بسيطة من الفلفل وخليني اقلب تقريبة لطيفة وقلب هنا اللي سانا عسفول بدأ ياخد اللون اهو الخضار انا مش عايزة اسلوقه في ناس بتبداي من قصة في السلق دي عنده حضراتكو فصة توم دفول هيدي تاستة حلوة قوي ممكن رشة من اللوز المالي هنعمل كده دلوقتي بس هقلب وههدي نفس النا عشان يبدأ يستوي على البخار انا مش عاوزة ان هو يبقى مسلوق وهنا انا قلبت اللي سانا عسفول حفظة اضيف المرأ بسم الله اهو هقلب تقليبة كويسة وهسحن جندي مياه اذا انا احتكت وخليني ابدأ احط المناكهات نقدر نستخدم اليانسون المجمع لو موجوده متوفر نفيش اي مشكلة خالص نقدر نستخدم الزنجبيل انا بالوقتي هضيف عود قرفة ورقتين من ورق اللورة وعندي الحبهان فاصين ولازم وانا بحطها لو هحطه صحيح ادوس دوسا عشان يديني النكهة تطلع منه شوية لانه لو هو مش يعني اللي حبهان انتوا عارفين لو جادينه من بره مثلا هقول لكم اه تمام يعني هطلقوا النكهة بتاعتي قوية جدا لكن لو جادينه من هنا هنحتاج شوية ان احنا ندوس عليه دوس عشان الحبوب اللي جواه دي هي البزور دي هي اللي بتبدي النكهة القوية طيب هعمل كده وايه واحنا مستمرين بسم الله معالي وهنا كمان انا هديت خلاص على الخضار وبرضه ههدي كده شوية على الشربة الشربة بقى فيها ميزة عايزين تاكلوا اللسان عصفور ولما تغلوا الشربة مرة كمان ما يبقاش فيها نشاة زيادة نزل لانه في الاخر لسان عصفور ده من المعجنات اه يبقى احنا لازم هنغلي الشربة دي غلوة كويسة وبعدين هنطفي عليها وهنسيبها متغطية على الاقل تلت ساعة هو هيستوي في الحرارة الخاصة بالمرأ اللي واقفت فيه وهتلاقوها الحبة حباية بحبتها كده هتستمتعوا انتم بتشربوا طبعا انا هضيف دلوقتي الخضار بس تغلي غلوة وهنا السوتين اي خضار موجودة عند حضراتكم تقدروا تستفيدوا بيه عايزين البروكلي هيستوي والأرنبيد برضو هيستوي بس عايزين تدولوا ينصر في حاجة سخنة ويطلعوا بعدين تحطوه هنا انا بس مش عايزها يفقد كل الفيتامينز بتاعتو فا احنا عشان كده عايزين نعمله على طول على البخار هاخد كده شوية من الكوسة وهاخد شوية من الجزر بسم الله وطبعا هنشوف لو محتاجين نزود مية او لا انا شايف انه لا كده انا كمان اوكي ونقلب تقليبة حلوة معانا مين مانال سلام عليك علو سلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه الحاجات الجميلة النهاردة دية بصراحة انت مبتعة مرسي لزوق حضرتك جدا حبيبتي اسلاميل يا رب الجميلة اول بكاتة اللي بالفراخ دي انا مجربتاش قبل كده بس اكيد هجربها بقى من ايدي الشيك عظيمة يا حبيبتي قلبي ده شرف لي والله تسلاميلي هي يعني بسيطة وسهلة تسلاميلي بس نفس الطريقة دي ممكن اعمل برضو بيها الفراخ اللحمة اه طبعا طبعا اه حلوة جدا طبعا بس اهم حاجة لديها التشويحة اللي في الاول دي والنكاها حاجة لا حلوة اوه عجبتني اوه للفراخ وسهلة والسريعة ممكن الواحد يعملها كده سريعة ومع الخدرات التصوير برضا انت كنت تقولي ان شاء الله يا رب تعجب حضرتك بإذن الله اكيد هتطمع من ايديك احلى لا لا تسلاميديك شنا طبعا احنا بنتعلم منك حبيبتي مرسي تشرف لي حبيبتي قلبي حبيبتي قلبي تسلم يديك تسلم زوقك حبيبت شرفتيني سلامي لكل يقائمين على البرنامج مرسي لزوق حضرتك لو لكي اي طلب تكلمينا وتقولينا ان انت عاوزا انا اي حبيبتي قلبي احنا عزيزين بقى حلوية بتاعك رمضانة انت عارفاها برحو احنا طالعين بالحلوة اهو طالعين بس في الاكسترا تاعم انا طيما تعمل الزلابية معي طيما تعمل الزلابية معي ما تطلعش مدورة كده زي بره مش عارف ايه السر يعمل بتعمليها بانهي معلقة بعملها بالمعلقة وتبيرها عايز زي الشاي والعجينة بتاعتها مهم العجينة بتاعتها قوي وبتخمريها التخميرة اولى ولازم تخبطيها وبعدين تخميرة تانية وتخبطيها لحد ما تبقى ليها زي العرق كده حالينا نعملها مع بعض هتشوفيها وهقولك كل التريكس اللي فيها حاضر من العين دي والعين دي تسلم يديك مؤتمة نحوية صباحك زي الفل صباحك ردة من رب العالمين حبيبتي فحافظ الله ادي كده الصوتين هاني بس ايه اشي دي حلاص ونمسح هنا بصوا الرز بقى شوفوا كان قدام حضراتكم هقولولكو تاني كان لسه يعني اتشرة بقى بس كان باين انه مش طري بقى اهو شايفين بقى ده الرز الابيض وعايز اقول لحضراتكم الرز ده لو فضل عند حضراتكم منه نقدر نعمل بيه وصفة تانية تاني يوم الرز ونعمل لحمة مفهومة وخدار ونبدأ نعمله يعني رز بالباشمال والخدار ونقدمه كوصفة تانية فا احتفظوا بيه في الفريزر لوقت تاني تقدروا تستغله فيه مش بالضرورة ان احنا يعني علشان هو رز تفضل فاحنا ممكن ندايق وبعدين انا ساعات بعمل حاجة اقول هالكو برضو اغشاشكو لما بيبقى عندي شوية صغيرين انا عملت مبارح احنا من الناس اللي بنحب ناكله فراش كل يوم بالمقدار بتاعنا لما بيتبقى شوية صغيرين باخدهم وبحطهم على وش البان او الحل اللي انا بسوي فيها الرز الجديد وبقى فلق وبيبقى خد منه طلع فراش كأنه هو منه فيه محش بيعرف انه ده كان فيه منه شوية بقيين من مبارح سوا اتقولوا لحد احنا قد ايه طيب احنا دلوقتي خلصت الالسوتين لازم يبقى فيه شوية نسبة كده لحاس بطعم واحنا بناكله خليني الاول اجيب احنا اطباق التقديم بتاعتي الحلوة حتى توالي فين اهي بسم الله هاخد كده قالب صغني خليني الاول احط الروز بسم الله الرحمن الرحيم اهو لما نيجي بقى نعمل قالب كده ناخد بسوا بسم الله الرحمن الرحيم ونكبس كده لازم نكبس علشان يطلع القلب مظبوط اهو كده مهم ده طبق انا هخط فيه شوية من يعني الرز مع السوتين مع الفراخ بالصاص كده وعملوا مثلا هنا كده هشيل ده نحن لسه مخلصناش ليه بتسفر دلوقتي يعني لسه ولا ايه يا ولاد الشوت التاني لسه انتو جابين الحاكم من اين جابين من اين كده وكده السوتين خلاص تمام انا هبدأ بقى ارفع دي كده من هنا اوشاك على الانتهاء طيب انتم متأكدين بيقولولي بيقولولي الشوت التاني اوشاك على الانتهاء حاضر حالا انا خلاص خلاص والشوربة هي بدأتها تغلي الغلوة واه collaborations ا々 ونقدمها فيه اااااااااoa ونقدمها فيه ااااااااااااااااااااuclear اهزاف احذاف اه ele